النسخة الأصلية بشكلها التقليدي بالإضافة للشكل الملون أنت بتحصل على نسختين النسخة الأديمة المرمنة الأساسية لا النسخة الأديمة قبل الترميم أيها وبعد كده بتاخد النسخة اللي هي قبل الترميم دي الأبيض والإسود دي وبترممها على أحسن ما تكون الصورة بالأبيض والإسود صورة مراية زي ما احنا بالزبط بحيث يقبل الكمبيوتر الكمبيوتر مش هيلاقي مش هيستطيع أو التكنولوجيا الرقمية مش هتقدر تشلك الشوائب في الصورة أو اللي موجودة في الصورة الأديمة لكن لابد أن أنت تحول النسخة الأصلية إلى النسخة عالية الجودة بعد ما تطمئن لها نعالية الجودة بتقنيات برضو رقمية بتدخلها على برمجة التلوين فأنا عندي دا وعندي دا وكلنا كسبانين في الأحسن بالزبط وبعدين إحنا لابد أن نتطور لابد أن نتطور نتطور مش من ناحية التكنولوجيا الحديثة وبس لا نتطور من ناحية المزاج العام للمجتمع مجتمع الجديد اللي جاي يعني داس المشاهدين دي بعد تلوينها ممكن بعد مئة سنة يشوفها أطفال اللي حيتولدوا بعد مئة سنة كأنها منتجة النهاردة لأنه ما عندوش فكرة عن إيه لا بيادوا ليسوا قداما بسيطة طبعا هي خطوة حلوة جدا جدا الناس فرحت والناس بقى عندها الشغف أن هي تدخل تشوف الحاجة اللي تلوينت أنا فرحت جدا طبعا كل الشكر القائمين على شاهد لأنهم عملوا عمل بصراحة محترم جدا ودخلوا على مصرحية متجدرة صحيح في كل البيوت المصرية والعربية وبنازلت المصرحية دي احنا عايزين نقول للناس أن عشق المصريين للبهجة خل المصرحية دي تتعرض بعد 18 يوم فقط من حرب اكتوبر وأقبل عليها الناس حالة الانتصار وحالة الرغبة في البهجة أنت داخل عندك الاستعداد بالزبط أنك تتحك وتتبسط في التخيل الرمزية دي تتعرضت أول مصرحية تتعرض بعد 18 يوم من حرب اكتوبر سنة 73 ونشوفها النهاردة كمان لو كانت معمولة مبارح شيء مدهش طبعا هاي الهاي